عودة إذن لمتابعة سباح اليوم اقتصاديا البلد فينا نقول واقف على سوص نقطة خاصة مع أضراب المصارف خاصة مع التهويل بإقفال حتى الصراف الآلة يعني الأمور تذهب إلى الأسوأ والأسوأ والأسوأ شو اللي رح يصير شو هي انعكاسات هذا الموضوع على البلد اقتصاديا يلي هو أصلا مهرهر وما بيحمل بقى أي تأخير يطال هذا القطاع المصرفي وفيما لو عن جد المصارف بقيت على رأيها وأقفلت أبويبة نهائيا كيف سيكمل اللبناني هذا الطريق شو رح يصير بالبلد وهل رح يبقى بلد هذا الشي رح أعرفه مع البروفيسور مارون خاطر كاتب وباحث في الشؤون المالية والاقتصادية صباح الخير أهلا وسهلا فيك يعني الملف الكبير اليوم يلي ضروري ينبليش نحكي فيه هو ملف المصارف لماذا أقفلت المصارف أبويبة طريعا لأنه يمكن حضرتك حكيت عن الموضوع قبل كمان على الجديد هناك أسباب مباشرة يعني هي أحكام لمحكمة التمييز عند بعض المصارف ألزمتها بعدم الدفع بالشكات وكمان الملحقات يلي عم بتصير فعليا بالسياسة يعني بمطرح معين وإنما المصارف بإضرابة يلي عملته تحاول أيضا عبر نفس السياسة يلي تلاحقها أنه تمنع الملاحقات عنها يعني عبر الضغط السياسي وهذا الشي بفرجينا أنه الوضع يلي هو حقيقي هو مختلف عن يلي منشوفه نحن من خارج أسوار المصارف نعم هناك لعبة كباش سياسة يتخلل الكثير من التهريج القضائي يعني وكمان من التحكم عن بعض ومن الفولكلور ومن الخبريات يلي ما قلها طعم بالوقت الحالي لا من ناحية المصارف ولا من ناحية القضاء لأنه عمليا المطلوب هو حل كلها اللي عم بين عمل المصارف أم أصحاب المصارف نعم هون اللي بدي أقوله أنا بالأساس وبالأرتيكلي اللي كتبته بالنهار مع بروفيسورة نيكول بيكر ميز ما بين المصارف وأصحاب المصارف يعني لا يجب أن يكون هناك إذا بدنا هيك معاملة بالمثل للاثنين لأنه نحن القطاع المصرفي هو نوات الاقتصاد اللبناني وهو نوات أي حل لإقتصاد لبنان لأن يعني بالأساس ونحن نطالب ونشدد في كل كتاباتنا على أنه أي نهوض لاقتصاد لبنان لا يمكن أن يكون من دون قطاع مصرفي منيع وبالتالي هناك تمييز بالبنيوي ما بين المصارف كقطاع مصرفي بدنا إيه يقلع ويمشي ويبتعد عن السياسة وبين أصحاب المصارف وطريق التعاملهم مع الدولة والمصرف المركزي اللي هني معها بذات الميدة بالميد هني أصلا أصحاب الأول اليوم يعني هني اللي لقطين هالموضوع بين إيديهم ولأنه المصارف تعود لألهم ما بقى فينا نفسرون عن بها ما فيك تفصليون بس يجب فصلون لأن أساس الحلول في لبنان هو الذهاب إلى قطاع مصرفي مستقل وإلى مصرف مركزي مستقل بعيد عن السياسة وبالتالي أي حلول تذهب إلى التدوير كما يحصل الآن هي لم تفضي إلى أي نتيجة واللي عم نشوفه هو شي رح يستمر اليوم المصارف علقانين بكلمتهم عملوا هالإضراب عملوا جزئة طبعا جربوا يهاولوا أنه يصير كله منذ ما يخرج بيان عن جمعية المصارف طبعا وكمان منذ ما يخرج نافي عنه وإنما أنا أرى أنه هذا سيبقى في إطار التهويل سيبقى الإضراب وكأنه هو إضراب فيما لو لم يبقى في إطار التهويل أنا ما بشوفه ما بعتقد بيقدروا يحملوا أنه ياخدوا ضغط بمعنى أنه يوقفوا الأتئمات وكمان يوقفوا معاشات الناس ووقفوا التحويل للخارج أنا برأيي ما بيقدروا يحملوها من مال ومن مالة تاني السياسة يلي ضغطوا لمالتها استجابة الضغط يلي لقلهم هو ذاته الضغط يلي بدون يمنعوا المدعين ياخدوا فيه المصارف عم يستعملوهن كمان لحتى يوقفوا المليحقات عنهم هذا الشي بيفرجيك أنه الحلقة مفرغة وبرجع بقلك في مشكلة كبيرة لا هي ليس مفرغة هي تدور حول نفسها هي فيها كتير سياسة هي كتير سياسة فيها كتير قضاء مسيّس وفيها كتير تهريج برجع فيه مهرجين على الساحة يعني هذه الشغلة كمان اقتصاديا يزبط التهريج كمان اليوم نحن فيه بروفيل اليوم بلد معين كمان ما بدنا ناخد الأمور للآخر المصارف المرسلة بتعرف أنه وضع لبنان صحيح لبنان من زمان مثلا بيطبيق الأموال بيطبق فتكة بيطبق كمان وانين تاني لمنع تبيق الأموال والإرهاب وعنده جوايز فيها طيب ومن مالي تاني المصارف المرسلة بتعرف أنه لبنان عنده حيثية معينة فيه يمكن يكون فيه اشياء إلى دخلة بأمور تجوزات معينة يعني اليوم مش انه إذا حكي حدا بلبنان بيوقفوا المرسل المصارف المرسلة يتعاطوا معنا هذا شيء ما انه مزبوط بس من المقابل كمان ما فيه يجر قضاء هكي كيف ما كان يبلش يزد تهم ويبلش يعمل ينزع إذا بدك الشكل بس ما هو أساسا هالشكل منزوع ومن مالي تاني القضاء لازم يشتغل بطريقة إذا بدنا بروسيدورال أكتر يعني فيها دي مارش محدد أكتر هاللي عم بوصفه هلأ لفرجيكي أنه اللي عايشينه هو حفلة جنون المصارف فيها عم تخبط لتجرب قدم فيها بعض عنها المشاكل والقضاء عم يجرب يفوت بالسياسي طي يخدم السياسية ويلي هنه ضحايا وحيدين بكل هالمشهدية هنه المدعين يلي خسروا الودايع طبعا يلي ما قالوا شي عمدوا وغير انهم ينطروا رحمة ربنا بما أنه حكيت بروفسور عن الودايع يعني سئة بتأخذنا الحديث لهون هل فعلا صرفت الودايع؟ يعني هل فعلا المدعين لازم ينسوا يعني دايما أنا بسأل هيدا السؤال وقلبه مع المدعين ما فيه بالمحاسبة أول شي مثلا فعل تبخر يعني هذا مش بالمحاسبة هذا بالسيانس هذا تبخر الماء بالمحاسبة وخاصة على الورقة والألم صرف هناك صرف يعني هذا ما تبخر هذا الكلام عن تبخرت الودايع وإعادة إنتاج الودايع هذا كلام بلدي هذا ما هو تكنيك هذا كلام ما قالوش معنى ما بينصارف الودايع انصارفت ومعروف التراكينج يلي مش يتفيون ما تترحى لكن مادام بدي أقول لك مادام مريات شغلة أنت اليوم الكاش اللي بدك إيه بدك إيه اليوم هو شو بيميز الكاش عن شقفة الأرض اللي عندك إيها أو عن بيتك شقفة الأرض والبيت هني منون لكود هني ما عند السيولة تبعهم واطية بينما الكاش هو السيولة بحد نفسه إذا قالوا لك أنت عندك بيت فيك تبعي بعد شهر وشافة أرض فيك تبعي بعد سنة ومصاري بالبانك بردون فيك تحصل عليهم بعد 15 سنة شو بيكونوا بيرجعوا ولا راحوا أنا بالنسبة لإلي أنا كأستاذ بالشؤون المالية إذا عم بيخلوني أقول لتلميزي أن الكاش بيرجع 15 سنة فضل إلهم بالصف أن الكاش راح أكيد هذه الصراحة وما بدنا نعرف ثقيمته بعد 15 سنة مش بس هيك أنا ما عندي سقة أنه الدولة اللي حطت على الدعم مليارات الدولارات ويلي روحت مدون ما تكافح التهريب مليارات الدولارات واللي عملت فجوة مالية 72 لـ 75 مليار دولار هي والمصاريب أنا ما عندي سقة أنه هاوضي هني زيتون بيقدر يردون الوديع لأنه أنا بهالأرتيكل هيدا هو زيته بقول كمان أنه يلي بدد ما بيقدر يجمع ويلي أفسد ما بيقدر يصلح وبالتالي اليوم ما بدنا نحن نتخبأ وراء إصبعنا إذا ضلت هادي السلطة هي زيتة مش حكمة متحكمة فينا وبمستقبلنا أنا بقول لا رجاء بموضوع الوديع لن تعود الوديع حتى لو ضلوا يوعدوا من هلأ لمية سنة لأن الكذب يلي عم نسمعه يعني بتشوفه بين ليلة والتاني بينحكي حكي بيطلع تاني نهار الصبح كذب يعني أنا ما بصدقهم أصلا وأنا بالنسبة لإليك أمودع أنا بصراحة قاطع الأمل بعد عندي نقطة بدي أولى مين وايض بين الكذب والحقيقة عم بيحطوكي على تدويب الودائع بيطلع تعميم هادي الجمعة من مصري في لبنان بيقول أنه فتح السقوف أو بعد السقوف مفتوحة لسحب المصاري بالدولار يعني باللولار بـ 15 ألف ليرة هذا الشي يعني بهالوقت من هلأ للحل الودائع الدولارية ستذوب أنت رح تروح تسحبيهم من وراء هالأمل المقطوع على الـ 15 ألف وتجيبيهم وتصرفيهم لأن أصلا الاقتصاد رح يخلق حاجة إنك تجيبيهم ومن ميلي تاني هذا الأمل المقطوع رح بيخليك تفاضلي مبانئنون يضلهم بالبنك إلى مالا نهاية أو أنك تستعمليهم هلأ قبل ما يصير الدولار سوري بس هيدا مش اسمه سرقة من الأساس اسمه سرقة وإنما هلأ صار اسمه سرقة كبيرة لأن وقتها تكون سرقة وينعمل عليها محاسبة بتصير سرقة وانتهت بينما وقتها تكون سرقة مستمرة بتصير مع الوقت سرقة كبيرة وبيصير الحل أصعب لحتى توقفها وخاصة برجع بقول لحضرتك أنه ما عم بيصير في تغيير بالحكم هني زيتهم أو أكترهم يلي كانوا بالحارب هني اللي عملوا إعادة الإعمار هني اللي عملوا السلم هني اللي عملوا السقوط هني اللي ملاجين اليوم بأنهم يعملوا النهوض يلي عمل كل هوضي ما بيقدر يعمل نهوض للأسف اليوم نعود ونسمع بالكابيتل كونترول هل فعلا اليوم موجود الكابيتل كونترول يحل الأزمية اللي نحن فيها بالبداية لازم كمان أنا كأستاذ جامعي مفروض أنه انطلق من نحية الأكاديمية الكابيتل كونترول في تعريفه هو ضوابط على رأس المال تطبق عند حصول الأزمات إلى أهداف أهدافها هي منع الناس من تحويل الأموال من أجل استثمار هذه الأموال في البلدان اللي فيها الأزمة سيتحولت كل الأموال بالتوازي مع الكابيتل كونترول مدام مرياد بنعمل خطة اقتصادية تقر بوقتها يعني من سنتين ونصف وبنعمل الكابيتل كونترول وترفع هذه التدابير مع الوقت بوقت ست سبع عشر تشهر مش أكتر من هالقات اليوم يلي عم يسمى كابيتل كونترول أطلق التسمية على هي كليمس كونترول يعني مراقبة المطالبات هو منه كونترول على الكابيتل ما اسمه كابيتل كونترول هيدا غلط يلي عم بيقولوه يلي عم بيطالبو فيه المصاريف هو استعمال إحدى نتائج الكابيتل كونترول اللي هي وقف تنفيذ الملاحقات بحقهم وهيدا شيء وقف تنفيذة مش إلغاءة وهيدا شيء هون عم نستخدم نتيجة وعم نبعد عن المغزم عن الأساس طبعا الكابيتل كونترول كل مرة بيصير فيه مشاكل مع المصاريف ملاقي فيه ضغط هائل بالسياسة قبله وبعده من أجل إقرار كابيتل كونترول تحت حجة أنه هيدا مطلوب من صندوق النقد الدولي أوكي هو قد يكون مطلوب من صندوق النقد الدولي وإنما يجب التفاوض مع صندوق النقد الدولي شو بده يعمل ليش عم يطلبوا هذا الكابيتل كونترول شو المطلوب منه وبعد أكتر بدي أقول مين بده ينفذه يمكن الناس ما بيعرفوا أنه يلي بده ينفذ الكابيتل كونترول هي المصارف والمصرف المركزي الكابيتل كونترول ينفذ من قبل القطاع المصرفي هذا القطاع المصرفي الفاقد للثقة من قبل ما يصير إضراب المصارف يلي فأدى مليارات المرات أكتر من بعد ما المصارف هولت أنه بده تسكر وسكرت لحد هلأ جزئيا وبالتالي اليوم الكابيتل كونترول يلي عم يطالبوا بإقراره كابيتل كونترول بالعالم وأنا القطاعات المصرفية للدول يلي فيها مشاكل بيكون عندها سائد شعبه وبالتالي بتكون عندها سئة بالمصارف وبتعطيها أموالها وبتقول نفذه كابيتل كونترول تنهض باقتصاد بلدنا لعننا اقتصاد ولعننا بلد ولعننا مصارف ولعننا إمكانية نفذ كابيتل كونترول ولعننا دولة كيف بدنا ننفذ عم تضحك على بعض يعني بروفيسور خاطر بس بدي أقل لك أنه يعني عم تخبرني شي على عين الناس اللي عم تسمعها ببيوتها أنا لكي بدي أقل لك شي لأنه بتعرف بالبلد من كحلة من جملة من زبطة هذا العلم يعني ما عم بخلوه الناس عن جد تعرف الحقيقة مثل ما هي خلونا نحكي بقى عصد عالي ونقول للموديعين شو المشكلة الحقيقية بالمصارف خلاص يعني هي يقما بدا تصير برأي هلا بيقولوا عم بتقوم لأيامي أبدا تصير حرب على المصارف حتى عن جد ينعم اللي حضرتك عم بتطالب في فصل الأصحاب ما بدنا يصير حرب على المصارف نحنا بدنا المصارف هوني الفكرة المهمة نحنا بدنا المصارف حرب لا ترجع المصارف مصارف مش مصارف سياسية يعني بدنا يصير في حل بالسياسة يبعدوا السياسيين آخر جملة بهالمقال نفسه بقول الحل لازم توقف المصرفية السياسية ونذهب لقطاع مصرفي ومصرف مركزي مستقلين ما فينا نضلنا الحرب نحنا ما بدنا إفلس المصارف ما بدنا يوقعوا المصارف نحنا بدنا يضلوا لأنه هن يريدوا يعملوا الاقتصاد وإنما بدنا مثل ما تفضلت يجي الحال ما بقى يعملوا حلول جزئية يوقفوا الملحقات ما بتحل شي يمنعوا الناس يفوتوا ما بتحل شي بالعاكس لازم يلاقوا حال يرجعوا يفتحوا بابهم حطوا الناس على السكة الدولة تلعب دورها اليوم ما فيهم المصارف يحملوا كل اللي صار مع الدولة مهمش متل ما عم بيصوروا أنه هني بخصومة مع الدولة ما كل عمرهم هني والدولة والمصرف المركزي بذات المال مع دي نوه وصرفون يعملوا خطة طبيعية يتحمل الدولة اللي بدأ تحملو تحمل المصارف اللي لازم تحملو يحملوا المصرف المركزي اللي لازم يحمله يحطه لتراك وقت تنحط هذه الخطة أنا أكد لك أنه لبنان سيعطي مؤشرات تعافي وكل شي هو الوضع عم يروح صوب المراوحة القاتلة الوضع سيذهب نزولا نحو القعر وبالتالي اليوم هذا التجميل اللي تفضلت عنه ما هو اللي لازم يوقف لأنه هذا التجميل السينونيم طبعه هو المراوحة يعني أنت ما عم تتقدمه وبفعل أنه الوقت عم يمرق نحن عم نرجع لورا يتفضلوا يعملوا حلول الحلول لا تبدأ بالقطاع المصرفي الحلول تبدأ بالسياسة الحلول تبدأ بذهاب المجلس النيابي إلى انتخاب رئيس الجمهورية فورا وإلى تشكيل حكومة تقوم بمهمة التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي يشكل بفعل الزكى وتوقف وما دفعه يلي علينا من ديون سيادية الممر الأساسي للذهاب نحو النهوض الاقتصادي وبالتالي هالكلام يلي عم نقوله هو كلام العلم وقال له أنا شو جاي أعمل أنا ما عندي ولا مساج سياسي ولا منتمي ولا شي أنا بيجي تساعد بلدي وبالتالي على أمل بسئوليتي أني أقول الحقيقة شكرا كثير لألك بروفيسور خاطر شكرا لكل المعلومات اللي قدمت لنا إياها على أمل عن جد ينحط خطة للنهوض بهذا البلد اقتصاديا حتى المصارف ترجع تسترد سقط الناس وسقط المودعين شكرا كثير لألك شكرا لألك شكرا لألك شكرا لألك